اسمع يا صالح قاعدة انفدينه مالنا قاعدة لازم نمشي وانا اخوك لازم نمشي لا حول ولا قوة إلا بالله ليه؟ في شيء صاير شيء وش اللي ما صار؟ وش اللي ما صار يا صالح؟ الله يهديك المكان اللي فيه سيرة إبراهيم ماعد نبيه ماعد نبيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله يا ابن الحلال انت هد شوي هد شوي علامك ثاير في شيء قل لي يا أخي فيه كل الشر الناس كانت وجيهنا وأنا أخوك الناس كانت وجيهنا بسبب فعائل أخوي إبراهيم تسود وجيهنا صرت أمشي وراسي نازل قدام الناس آخرها واحد جاء بيستاجر ما زرعت يهوت يوم درب سلفة أخوك النصاب هذا أنت تقول عن أخوك كذا أنت وش بقيت للناس فعائلة ويتحملها سويد الوجه أنا مالي دخل أخوك جاك تايب وأنت اللي رديته يا صالح يا صالح وأخوك الناس ما ترحم الناس ما ترحم أبي ترزق الله أبي يعيش أخوك ما خلالي مجال أنت طول عمرك ما يهمك اللي نفسك ومصلحة نفسك وبس ما فكرت أخوك نايم ماكل شارب نام متغطي ولا متلح في الشارع فعائلة هذه فعائلة ويتحملها سويد الوجه أنا مالي دخل وتصير أنت والناس على أخوك صدقني يا سعد أخوك لو رجع للخطة بتكون أنت السبب الأول فيه وأنا بحتريه لأن يخطي مرت ثانية أنا ما تحملت خطاها الأول أنا طالع أنا طالع وتارك لها الديرة باللي فيها تطلع من ديرتك وتطلع من رزقك وحلالك يا سعد أنت من عقلك تتكلم من عقلي اللي سمعت يا صالح لازم أطلع لا حول ولا قوة إلا بالله يعني أفهم من كلامك أنك ما تبطالع معي لا ماني طالع وإذا أنت بتطلع الله يسهل دربك ويسر أمورك زين زين يا صالح زين تخليني وانا في هذه الظروف يا صالح لا حول ولا قوة إلا بالله خلني أصب لك شاهي ما أبي شاهي خليه لك ومنين يجي الخير وانت جاي وش جابك أنت كصدك بيتي وبيتي يتعذرك ولا يستقبلك يلا برا أنت خريج ستجون ولا تشرهني ولا تشره بيتي شل خلاقينك وتوكع على الله يلا يلا أنت صاحي أنت في أحد يطرد أخوه من البيت ما هو بأخوي ولا عرفه كان أخوي قبل ما يسود وجيهنا ويدخل السجن أما الحين لا والله ما هو بأخوي ألا أخوك أخوك بعد ما طلعوا قبل يدخل عمر الظفر ما يطلع من اللحم يا سعد العنود ونواف يبكون لا بس يضيقون السدر حرم عليك اعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان أنا بنرجع للبيت يعني وين نروح؟ بيتنا ومزرعتنا لازم نرجع أنا مشيت على وجهي منزعل ولا أدري وين أروح بنرجع بنرجع وين أبوك بنرجع اشتركوا في القناة